اشتركوا في القناة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد موحدها الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود عام 1932 وصفت علاقة مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية بأنها علاقة أصلها ثابت وفرعها في السماء شهد لها بذلك العلاقة الراسخة بين الأسرتين الملكتين الكريمتين والزيارات المتبادلة بين ملوك وحكام البلدين الشقيقين إضافة إلى الامتداد الجغرافي والشعبي الذي يمثله البلدان كلا منهما للآخر شهدت العلاقات بين البلدين حجما كبيرا من التنسيق في المواقف في القضايا الإقليمية والدولية في مؤتمرات قمم مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وتقف مملكة البحرين موقفا ثابتا وراسخا تجاه دعم المملكة العربية السعودية ومساندتها في كفة قضاياها مدركة أن قوتها هي مصدر قوة لكل العرب والمسلمين جاء افتتاح خادم الحرامين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز السعود وأخيه صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراهما لمشروع جسر الملك فهد عام 1986 ليشكل نقطة تحول تجاه تكامل البلدين وليصبح الجسر مع مرور الزمن همزة الوصل بينهما وبسببه شهدت حركة تبادل السلاع والبضائع نشاطا كبيرا كما أصبح تنقل الأفراد كثيفا وبشكل يومي حتى إنه سجل مستويات قياسية تجاوزت عشرات الآلاف من المسافرين يوميا وساهم التنغم الاجتماعي بين الشعبين الشقيقين بإيجاد أرضية مشتركة تعبر عن اهتمام متقارب بالمجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية كما يعتبر كل منهما وجهة مفضلة لمواطني البلدين سواء للسياحة أو التسوق تمثل المملكة العربية السعودية عمقا استراتيجيا على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي للبحرين علاوة على الامتداد الديمغرافي بين البلدين ويقف البلدان مواقف ثابتة كلا منهما تجاه الآخر لا بالمن واقتراض المواقف أو ردها وإنما من منطلقات شهامة العروبة وعقيدة الدين ترجمة نانسي قنقر